السلام عليكم قبل بداية الفيديو لا تنسى الضغط على لايك والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد شهدت كأس أمم إفريقيا مباراة قوية للغاية صهرة الخميس بين المنتخب المصري والمنتخب الكاميروني الذي سيطر على أجواء المباراة في بداية الشوط الأول قبل أن يستفيق المنتخب المصري ويدخل في جو المباراة المعركة كانت متعادلة بين الطرفين كلاهما يضغط وكلاهما يصنع الفرص لكن بدون أهداف لتنتقل المباراة إلى شوطين إضافيين لكن بدون جدوى ليحتكم الفريقين إلى ضربات الترجيح التي تعلق فيها حارس المنتخب المصري محمد أبو جبل والملقب بيجاباسكي حيث وفي لقطة أثارت جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي حيث كتب حارس المنتخب المصري في قارورة الماء التي كان يحملها أسماء اللاعبين وأماكنهم المفضلة للتسديد حيث حضر كل هذا قبل المباراة لتكون توقعاته كلها صحيحة تقريبا ويتصدى لركلتي جزاء ويمنح المنتخب المصري ورقة العبور إلى النهائي الحارس أبو جبل فاجأ الجميع وخاصة الجماهير المصرية بسبب تحضيره وخدعته الرائعة ونال كل الشكر والثناء من الجماهير المصرية